برحبا حضركم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ولسه الحديث مستمر عن نتائج القمة قمة مجموعة الـ 20 تحديدا والاهتمام المتزايد بهذه القمة ومشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة اللي بيفتح الباب أمام الشركات الجديدة لتعزيز النمو الاقتصادي لمصر وأفريقيا وكمان بيمثل فرصة مهمة لمصر في التعاون الاقتصادي التعاون التنموي وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وجذب مديد من الاستثمارات لمصر بكل تأكيد يا أحمد خلينا على طول ندخل في قراءات عن دور مصر وأهمية تواجد المصر في هذه القمة قمة العشرين من ضفنا الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة سبع الخير سبع الخير تحياتي خلينا في البداية أبدأ مع حضرتك عن فرص الاستثمار في مصر يعني مصر كان فيه الحقيقة خطة مهمة جدا خطة كبيرة جدا حصلت في مصر من أول تطوير البنية التحتية لإدرة مصر من خلال أنها تتباق مراكز متقدمة جدا في البنية التحتية عالميا لو هنتكلم حتى على القضاء على العشوائيات وغيرها من الاستراتيجيات اللي مصر قام بيها والخطط اللي قام بيها عشان تقدر تنهاية تكون في هذا المكان وهذه المكالة لو هنتكلم على جذب الاستثمارات ونحن نتكلم عن تواجد مصر في قمة العشرين فيه فرص بعينها موجودة إن كان فيه مجالات التكنولوجيا أو حتى الاقتصاد الأخضر وما إلى ذلك شايف حضرتك هذه الفرص الاستثمارية إزاي نقدر إن هي مصر تنمي هذه الفرص الاستثمارية أو تستفيد منها من خلال تواجدها في هذه القمة هو بداية كل ما تم خلال سنوات العشر الماضية في إطار مش بقى إعادة أهل البناء الأساسية لكن إعادة بناء مصر من جديد لم يكن هدفه فقط الشأن الداخلي بالتأكيد الشأن الداخلي أمر أهم لله يعني إحنا نحس من مستوى ميشة المواطنين وهو الهدف الأساسي أو الهدف الأهم بالنسبة للدولة المصرية لكن كمان كان الدور لمصر في المستوى الإقليمي والدولي وهو ده كان الهدف الاستراتيجي لأنه مؤكد إنه مصر يجب أن تلعب مكانة على المستوى الاقتصادي في محيطها الإقليمي والدولي بتأكيد مصر لعبت هذا الدور خلال تاريخها على مدار السياسي على المجال السياسي والعسكري والاستراتيجي والأمني وخاصة داخل القاعدة أفريقية لكن بتأكيد مصر تلعب دور على المستوى الاقتصادي في محيطها الإقليمي والدولي كان الحقيقة مسألة هامة للواحد وبالتالي خلال السنوات الماضية في إطار المشروعات القومية الحقيقة عشرات يليها بالتأكيد أصبحت من أكثر الدول الجاهزية لجذب السمارات من الخارج في إطار أنه ما تم في إطار مشروعات القومية مش بس بيلبي احتياجات المستثمرين في الوقت الحالي لكن العشرات لسنوات القادمة وفي ضوء ده الحقيقة أصبح ده عنصر أساسي مدعم أو دافع أو حافز لمؤسسات السمار العالمية جنب إلى جنب الحقيقة مع ما تم خلال الأشهر الماضية في إطار إصلاح بنت مؤسسات الدولة الجهاز الإداري للدولة نحن الحقيقة تحركنا فيه مصارين المصاري الأول هو إعادة تهيير مؤسسات الدولة وإتخاذ العديد من القارات كان ما يتعلق به وضع حدود أو أفق زمني لمسألة الترخيص مسألة إنهاء المنازعات القضائية المحاكم الاقتصادية فكرة أو موضوع الاستقرار على الحيازات ونقل الملكيات ده كله حياة تم في إطار الإصلاح اللي بيتمس كان داخل الحكومة بشكل عام ووزارة المالية ووزارة العدل الحياة دي كلها مجهودات كبيرة بوزلت في إطار التعامل مع الوضع الحالي داخل بنت مؤسسات الدولة لكن ده الحياة تم أيضا بالتوازي مع مصارات أخرى بديلة لجأت إليها الدولة المصرية بما فيها بقى التطور التكنولوجي بما فيها الانتقال لعاصمة الإدادية بما فيها المبادرات المتعددة الحياة أطلقت من قبل الياسر الجمهورية بما فيها الحياة موضوع رخصة الزهبية الحياة كان الفكة الأساسية أنه يخلق مصار بديل أكثر سرعة عن المصارات التقليدة ده الحياة كل ده كان في إطار أنه مناخل سمارت في مصر يصبح أكثر جذبة مؤكد أنه مصر في إطار سعياحة أنها تلعب دور في محيطها الإقليمي والدولة الحياة التزامن مع عدد من المشروعات القومية بنتكلم عن مشروع القومي لتطوير المواني ده الحياة من المشروعات الضخمة جدا أنه الحياة قناة سويس كممار ملاحي دولي بيحوظ نسبة من حجم التجارة الدولية كان مستدف أنه هذه النسبة تتزايد يعني إحنا بنتكلم تقريبا في حدود 12% إحنا مستدفنا إحنا يكون تقريبا 20% من حركة التجارة الدولية بتعبود قناة سويس دعم هذا بالتأكيد عدد من المصارات بما فيها بقى قناة سويس الجديدة عشان نزيد من سرعة العبور نقلل فترات الانتصاد دعم من هذا المنطقة الاقتصادية لقناة سويس علشان يكون فيه استثمارات بتخدم على البعد اللوجيستي اللي بتحتاجه كل السفن اللي بتعبود للقناة دعم من هذا خطوط ربط ساكن البادي أو السكك الحديدية المفترض هتجوب مصر ومش بس بتخدم داخلية لكن بتخدم على عدد من المبارات الدولية بتأكيد أهمها مباردة الحزام والطريق وبالتالي احنا الحقيقة مصر قطعت شوت مهم جدا داخلين وقطعت شوت مهم جدا أنها تحط نفسها في مكانة العالم وخاصة الدول الاقتصادية الكبرى ترى أن مصر مؤهلة أنها تلعب دور يخدم على أهدافها مصالحة لأنه بالمناسبة هو الدول بيش بتدي مصر مكانة علشان تفضلا منها هي بتديها مكانة عشان هي محتاجة مصر عشان هتخدم على أهدافها وبالتالي مثلا مباردة الحزام والطريق اللي الحياة اطلقتها لصين وهدافها لأساس أنها تخلق مصار لحركة التجارة الدولية مصار الحياة هيجزب انتباه العالم كله مصر الحياة أصبحت بتلعب هذا الدور بشكل كبير مش بس داخلين لكن كمان في مسألة الربط فيما بينها ومرينا الدول المحيطة مصر لما أهلت وجهزت نفسها وكان عندها ده في استراتيجي أنها تكون مركز إقليمي للطاقة ده بيخدم أيضا على هذا الأمر يعني كل ما تم في إطار قطاع البتول والغاز في قطاع القهربة أن يكون لدينا فوائد مش بس أن احنا بنتعامل مع المشاكل اللي كان بتواجه المواطن انقطاع القهربة في المنازل أو انقطاع القهربة عن خطوط الإنتاج والمصانع ما كانش الفكة الأساسية وهي الدولة بتتعامل مع هذا الأمر إنها تتعامل مع المشاكل الداخلية لكن كان الهدف الاستراتيجي الأهم إنه إزاي مصر يكون لديها ما يمكنها إنها تلعب هذا الدور على المستوى الإقليمي والدولي وتنجح إنها الحياة تظهر لي الدول الاقتصادية الكبيرة وخاصة الدول اللي هي مصارات لحركة التجارة الدولية زي الصين إنها تخلق كلمة مفيدة لمصر طراحة هذه الدولة نضم ده بقى على فكرة انضمام مصر لمجموعة البريكس ومع أي الاختيار اللي حيات كان فيها اقترادات كبيرة للغاية لكن بالتأكيد إنه مصر نجحت إنها تظهر إنها دولة أو رقم مهم في المعادلة على المستوى الدولي وبالتالي ده بيضاف بقى لتعداد السكان للبعد الديموغرافي لكن الأكثر رحميا أنه مصر هتقدر تخدم على مجموعة البريكس في تحقيق مستعدفات لكن هو مهم جدا نحن نقول إنه انضمام مصر واختيار مصر لمجموعة البريكس اللي هيفعل في يناير القادم لا يأتي على حساب دول مصر في تجامعات أخرى ويمكن هي دي الحقيقة السياسة المصرية اللي دوما بننتهجه على المستوى الخارجي مش بس على مستوى السياسي لكن كمان على المستوى الاقتصادي إنه مصر بتسعى ليقامة علاقات مش بس جيدة مع كاف الدول العالم لكن كمان علاقات في إطار التوازن علاقات في إطار من العدالة والحياء هي مش بس مصر بتسعى لهذا الأمر ليه ذاتها فقط لكن هي بتسعى إنه هذا الأمر يكون سياسة على المستوى الدولي لأنه الحياة الجزء الأهم من النقد اللي دوما كان بيوجه للعلاقات الاقتصادية الدولية إنها بتتم في إطار من عدم التوازن الاقتصادات الكبرى وخاصة عقب ادلاع الأزمة المشعلة داخل أوكرانيا والدول العظمى بتسعى لي عادة تشكيل الاقتصاد العالمي شايفة فيها دولها فقط غير مكتلسة بباقي الدول العالم ويمكن هنا دكتور هشام تحديدا بمناسبة الحديث عن الأزمة الروسية الأوكرانية إن الاستراتيجية المصرية والخطة المصرية التي تضعها هي دايما ما تكون خطة بعيدة المدى فكان فيه تأمين للاحتياجات المصرية تحديدا من السلع الاستراتيجية من خلال زي ما شفنا المليون ونص فدان وغيرها من تنمية حصلت وأراضي تم زرعتها سواء كان في مستقبل مصر أو سيناء وغيرها وإن نجاح مصر اقتصاديا داخليا ترجم إلى نجاح دولي من خلال زي ما حيث ذكرت الانضمام لمجموعة البريكس وأيضا النهاردة وجود الاتحاد الافريقي قاعدوا دائم في قمة العشرين وأعتقد كان بداية الحكاية من 2019 حينما كانت مصر تترقص الاتحاد الافريقي وكيف أصبح الاتحاد الافريقي له دور فاعل ومحوري وسط دول العالم تحديدا برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن نتحدث هنا عن مخرجات هامة جدا في هذه القمة قمة مجموعة العشرين تحديدا كان أهمها انضمام الاتحاد الافريقي قاعدوا دائم وهنا نتحدث عن دول أو تكتل في مجموعة العشرين تسعة تشر دولة بالإضافة الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي وبيمثلوا أكثر من خمسة وتمانين في المية من الناتج المحلي العالمي وخمسة وسبعين في المية من الاقتصاد العالمي وتلتين سكان العالم تحديدا فإزاي تترجم كل هذه المقاومات إلى استثمارات تجذب إلى مصر تحديدا وتكون مصر هي منطقة محورية للتجارة في أفريقيا بالتأكيد الحقيقة أشارت لي مهام للغاية أن مصر جهزت نفسها وأصبحت أنها مستهدفة من قبل الاقتصادات الكبرية لكن مؤكد ما حدث خلال الأعوام الموضية بدأت من جائحة كورونا ثم الأزمة المشعلة داخل أوكرانيا والأقصاد بشكل كبير للغاية على تفجل أزمة اقتصادية عالمية وفكرة الصراع المحتدم على المستوى الاقتصادي وفكرة العقوبات والعقوبات المضادة وفكرة المشكلة اللي وجهت سلاسل الإمداد كل ده الحياة جعل المجتمع الدولي بشكل عام والدول النامية بشكل خاص تراجع سياساتها الاقتصادية خارجيا مؤكد بعد ما كان العالم بينخدت فيه أن يكون ترس فيه مكانة كبيرة وأن نحن نحط نفسنا في إطار سلاسل الإمداد على المستوى الدولي لا أصبح الحياة في مراجع لهذا العمر وأنه أصبح في الوقت الحالي أنه رافع نسب الاكتفاء الزاتي زيادة القدرة على الزات بقدراتنا الداخلية المسألة الثانية الأقصى الرهمية هو مزيد من التكامل فيما بين الدول النامية بعضها البعض لأن الاقتصاديات الكبرى الحياة بتسعى لتشكيل الاقتصاد العالمي بتضع في أنفسها فقط وبالتالي على الدول النامية أن تحدث درجة أعلى من التكامل لأنه هو ده اللي هيحميها من التقالبات العالمية إحنا يمكن شايفين مشكلة اتفاقية الحبوب وحروج روسيا وعدم التزامها والضغوط اللي بتفرضها الدول الغربية بما فيها العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على روسيا اللي بيدفع التمن في هذا التناحر هي الدول النامية صحيح هي أفريقيا من أكثر المناطق تضرر وبالتالي هو البسألة أنه إزاي يكون صوت الدول النامية واصل ويمكن هو ده الحياة المغزر الأساسي يمكن مصر مش بس بدأته عام 2019 خلال تدعوصها للاتحاد الأفريقي لكن كمان بيسبق هذا يمكن نتذكر الدعوة الكريمة اللي وجهها الرئيس الصيني لرئيسها فتاة السيسي عام 2017 وحضوره لهذه القمة بالتأكيد كان مسألة هامة للغاية مؤكد أنه احتضان مصر واستضافتها لكوب 27 كان عنصر داعم مؤكد أنه مصر كمان انضمامها ليه مجموعة البريكس بيساعد لكن خلينا نشيء لأنه مش بس التحديات الخارجية هي الحياة ضغطة على الوضع الاقصادي داخل مصر لكن كمان التحديات الداخلية وهنا الحياة نتذكر المؤتمد الهام للغاية العقل منذ أيام معدودة في العاصمة الإدارية مؤتمد السكان والصحة والتنمية وفكرة أنه التحدي الأهم اللي بيواجه الدولة المصرية حاليا هو الزيادة السكنية والزيادة السكنية الحياة أصبحت عنصر ضغط بشكل كبير للغاية لأنه ده بيلتهم أي سمال للتنمية بتضحق خلال السنوات الماضية وبالتالي مش بس الوضع الداخلية لكن هو مؤكد هذه المشكلة هتواجه المجتمع الدولي ككل لأنه إذا كان تعداد سكان العالم حاليا 8 مليار وإحنا 2050 هيكون تعداد سكان العالم 10 مليار يعني منتكلم على زيادة 20% خلال تقريبا 25 سنة والزيادة دي بتأتي في ظل تحديات أكثر خطور لأنه إحنا الحياة يمكن منذ أسابيع كنا بنواجه أعلى موجة من إدفاع الدرجات حرارة على مستوى العالم وده الحياة صاحبه زيادة قدر من الفيضانات في مناطق أخرى في تصحر فالمجتمع الدولي محتاج أنه يجهز ده ومصر مدركة ده عشان كده زي ما عشرت أنه إحنا عندنا محاولة لزيادة المساحة المنزلعة نتكلم تأيما مشروع القومي دي الزراع مصرية تقريبا في حدود 3.5 مليون فدان إذا ما تم إضافتهم بالتأكيد هيحس من الوضع النسبيا لكن هيظل الزيادة الكبيرة في التعداد السكان حين نحن نعضى 105 مليون إذا ما أضيف لها 10 مليون اللي الحياة مصر بتستضيفهم بكل تحاب بالتأكيد من العديد من الدول كانت زيادة بتمثل زيادة نصف الدلتا تقريبا صحيح بس خلينا نشيل أنه إحنا عندنا زيادة كمان في السكين وعندنا استقبال وافدين من دول متنوعة نتكلم بقى ليبيا، السودان، اليمن، سوريا، العداية الحياة مصر استضافت عدد كبير من اللاجئين لكن الأشقاء خلال السنوات الماضية فكل ده كمان بيشكل تحدي في إطار أنه مصر كمان على مدار سنوات طويلة كانت بتعيش على مساحة عمرانية ضيقة الغير تقريبا نتكلم 6-6.5% عندنا مستعدة في أن هذه المساحة تتسع علشان تبقى 10% ده كل ده تحديات، تحديات فيما تعلق بالمياه، تحديات فيما تعلق بالقودة وقابلية الأراضي للإستصلاح بنتكلم على مشروعات قومية عشان نخدم على هذه المساحة لأنه إحنا مشروع تشكك توقف من التسعينات من القارن الماضي بفعل أنه البنية الأساسية له لم تكن مجهزة بنتكلم على شبكة للطرق، بنتكلم على عادة تأهيل قطاع الرأي بما فيه حفر أبار بنتكلم على مناطق لوجستية، بنتكلم على تغذية بكهرباء وما لذلك ما كانش ممكن هذا المشروع كمان جنبها تشكى الجديدة عشان تستوعب أنه يكون فيه مجتمع عمراني جديد نفس العمر فيه سينة، نفس العمر فيه مطروح، فإحنا الحياة عشان نفعل ده بيحتاج مجهود كبير بيحتاج لأرقام كبيرة للغاية بتستقطع من الدخل القومي من الموازنة العامة للدولة فالحياة نؤكد تاني على أنه مصر هدفها أنها تخلق دور لنفسها وما كان على المستوى الإقليمي والدولي ويمكن الحياة أصبح صوت مصر وضح طبعاً من شكل الجالي خلال عام 2017 لكن الحياة هذا الأمر استمر دمعنا حتى على رغب من عدم ترقص مصر للاتحاد الأفريقي لكن استمر هذا الأمر خلال السنوات الماضية مصر الحياة بتلعب دول حالين في المحيط الدولي يهامل الغاية وعشان كده الحياة على رغم من أنه الاتحاد الأفريقي كان موجود بشكل مهم في قمة العشرين لكن الحياة كمان مصر كانت حاضرة بشكل ملفت طبعاً نشكر حضرتك جزيلاً شكراً على هذه القراءة الوافية نورتنا طبعاً في ستوديو سبعة خير يا مصر دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجماعة القاهرة نورتنا في سبعة خير يا مصر نشكرك دكتور هشام يعني في الحياة دايماً مدخلات ووجود حضرتك بيكون إضافة لنا في صباح الخير يا مصر شكراً وجودك معنا شكراً شكراً شكراً